حكمت الاستثمارات العامة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية وصعوبات جذب الاستثمار أو تحفيز القطاع الخاص خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة هذا لن يؤثر على معدلات النمو المستهدفة في العام المالي الحالي؟ طبعاً يعني عايزة أقول أنه اللي بيحصل في المنطقة فيه تغييرات يومية يمكن التوقعات اللي اتكلمنا عنها 4% من مؤسسات التمويل المختلفة ده دي معلنة ومرصودة اللي حصل خلال يوم السبت والحد الماضيين وأثارهم على أسعار البترول العالمياً أثارهم على البنوك المركزية العالمية وأثار ده على النمو الاقتصادي العالمي هيبقى له تبعات أعتقد أنه كلنا عاكفين في الوقت الحالي على إعادة ترتيب التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي وأيضاً بأسيسات مختلفة ولكن بصفة عامة مصر ملتزمة بشكل كبير جداً باستقرار الاقتصاد الكلي لأن ده الحقيقة بيعتبر من الركيزة الأساسية اللي بتخلق أو بتهيأ المناخ لاستثمارات أجنبية حجم الاستثمارات الحكومية في العام المالي الحالي وهل ممكن زيادته في ظل الأوضاع الحالية لتحفيز النشاط الاقتصادي؟ طبعاً أنا عايزة أفرق بين حاجتين أنه الاستثمارات العامة لابد أن يتبقى فيها نمو كل سنة ولكن هالفكرة بقدقي وبرضو مهم جداً اللي بيسمعنا أنه الاستثمارات العامة مقسمة استثمار في الرأس المالي البشري ده بيأخذ تقريباً 42% من استثماراتنا التنمية الصناعية والبنية التحتية بيأخذ تقريباً 37% من الاستثمارات والمحافظات تقريباً 21% لما حرجت بصي عبر السنوات في كل سنة زيادة هي الفكرة بس أنه بدل ما بنزود بوتيرة كبيرة بنحاول نقلل لسببين زي ما قلنا استقرار الاقتصاد الكل ونمر اتنين أنه نفسح المجال للقطاع الخاص ده بين بشكل أساسي في استثمارات الكهرباء ويمكن نتكلمنا أنه أحد الأهداف الرئيسية في الفترة الجاية وحصل فعلاً مخصصات لها هي زيادة الإنفاق على الشبكة وده تمهيداً للطاقات الجديدة والمتجددة وده الخطة العجلة اللي مع قطاع الكهرباء فطبعاً ما فيش جمود من ناحية السياسات كل ما بنشوف أنه يعني فيه التطورات اللي بتحصل مطلحقة سريعة قد كلنا بنأمل أنه دائرة الصراع تكون محدودة ما تتوسعش أكتر من كده لأن كل ده له تابعات مش فقط على الاقتصاد المصري ولكن على الاقتصاد العالمي خصوصاً أسعار المواد الأولية